أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم TORCH Framework إطار العمل والمكتبة التخصصية التي تعنى بذكاء الصناع والتعلم الآلي Artificial Intelligence and Machine Learning فالآن نبدأ بتحميل هذه المكتبة والعمل عليها فمثلا الخطوة الأولى أن نقوم بالذهاب للموقع الخاص بها فإذا قلنا مثلا TORCH وiPhone نرى هنا الموقع الخاص بها ونستطيع القيام بالإستعلم عنها وذلك باختلاف المواضيع إما أن نقوم بالنظر إلى Tutorial Documentation مثلا Get Started لأجل قيام بالتحميل وهنا نستطيع القيام بالتحميل مع اختيار هذه العدادات مثلا نظام التشغيل والباكيج إما Pi أو غيرها والبلاتفورم فنستطيع مثلا قيام بالتحميل باستدام هذا الأمر ونرى هنا الألوان المختلفة للTORCH فإما التورتش الأساسية العادية أو المكتبات الخاصة بالروية الحاسبية Computer Vision TORCH Fidget أو ما يتعلق بالصوتيات TORCH Audio فهنا فالآن سأقوم بتحميلها وذلك بسدام Anaconda من الموقع العساسي الخاص بها تمام قمت بذلك مسبقا فلاحاجة للقيام بالتكرار العملية وبعدها نقوم هنا بفتح الأنaconda والقيام بالتلاف جوبيتر فنحصل بالتالي على هذا الشكل الآن إذا لدينا القيام بالتحميل بايتورتش فنقول هنا مثلا بايتورتش وذلك بايتورتش هي محملة مسبقا أعتقد فسوف يقوم بيعطاء Requirement Already Satisfied وكذلك بالنسبة مثلا للفجن ممتاز لذلك هنا إذا قلنا بالإستعلام فأقلنا مثلا import وذلك بتورتش هكذا فنراها تعمل دون مشاكل وهنا إذا قلنا مثلا بالإستعلام فأقلنا مثلا نقوم بيعطاء النسخة والفرجن الخاصة بهذه التورتش ومثلا تورتش نقوم هنا بيضع Underscore Underscore version بهذا الشكل فنراها بهذه النسخة مع البلاتفورم وهي CPU فعليا هنا قلنا قيام بالشروع والسدام هذه المكتبة وهذه الفريمور وذلك بهذه الصيغة Object Oriented Programming البرمجة غرضية التوجه بشارك لأسر ومن ثم الأغراض والأوبجيت علينا هنا شرح مفهومات مهمة جدا في البايثن وهي ما يسمى Magic Methods فمثلا نرى هنا هذه الAnderscore وهذه السنتاج الغريبة الموجودة في البايثن ويتعبر عن أكوات كعمل خلف التواليكس ماذا يعني بذلك؟ مثلا لنقول هنا Magic Methods وإذا قلنا تسمى London بهذا الشكل وهنا مثلا إذا ردنا القيام بالاستعلام قم بإنشاء A و B 2 و B تساوي 3 هكذا نعلم أن جميع المتحولات المنشعة في البايثن هي Object وهنا إذا قلنا بالاستعلام عن ألماطها تراها انتجاب سواء A أو B فستطيع القيام بالاستعلام باستخدام مختلف العمليات بشكل مباشر مثلا الجمع والطرح العمليات الأساسية بهذا الشكل فعليا هنا كتابة هذه الأكوار بهذه الطريقة تحفز وتسترع ما يسمى بماجيك ميثود أي تعمل خفر الكواليس فهذه الميثود فعليا يتم استدعاءها بشكل تلقائي عندما يقوم بكتابة أكوار عادية في البايثن ومثلا هذه فعليا تعبر كما لو قمت باستدعاء الماجيك ميثود الخاصة بالآن فقلنا هنا آد أكذا وذلك للبي فإيضا سوف يقوم باتبعات خمسة تمام إذا قلنا زائد واحد فسوف يقوم باتبعات ستة فهذه الميثود والتي هي ماجيك يتم استدعاءها بشكل تلقائي عندما يقوم بكتابة هذا الكوال تمام وغيرها الكثير مثلا ناقص ضرب تقسيم وما إلى ذلك فهنا هذه الميثود سوف يقوم باتبعات أكذا فهذه تعبر فعليا كما لو قمت هنا بكتابة a ومن ثم subtraction بالنسبة لل ب ففعليا سوف يقوم باتبعات ناقص واحد ناقص واحد ممتاز وأستطيع فعليا قيام بالتعديل على هذه الميثود وذلك من خلال إنشاء كلاسات خاصة بي فمثلا إذا قلنا لأنني أقوم هنا بكتابة كلاس نجد القيام بإنشاء الأمراض منه ليكون مثلا lh software بهذا الشكل ونقوم هنا باستدعاء هذه الميثود والoverride عليها والتي هي مثلا addition القيام بالإضافة تمام فهنا سوف نقوم بإدخال self المعبر عن هذا الأوبجيكت المنشأ من هذا الكلاس فالself تعني فإنما نقوم بسدام this لكثير من لغات المرمجة وهنا نقول القيمة المدخلة والمسندة إليها والتي هي في مثال نابي موجودة هنا فنقول مثلا value نقول هنا على سبيل المثال قوم بread return وذلك الh software مثلا add وهنا نقوم بإضافة هذه value بهذا الشكل فهنا الخطة الأولى فهنا الخطة الأولى فنقوم بالتخلص من هذه فهنا سوف أقوم بإنشاء object من هذا الكلاس تمام لا مشكلة ومن ثم إذا قلنا هنا هذه التم زائد زائد 2 فسوف أقوم بإطباعات alh software add2 بهذا الشكل نرى هناك فتم استداء هذه الماجيك مثل بعد قيام بكتابة هذه الأكواد البسيطة بينما نقلنا ناقص أكدر فحاليا سوف أقوم بكتابة ناقص 2 لأن القيمة الافتراضية التي تتم هي 0 فهناك أشكالية وذلك لأن alh software ليست انتجاه فهنا سوف أقوم باستيرادها بهذا الشكل فهنا alh software هي وارثة لكلاس انتجاه فهنا إذا قلنا الاستعلامة عن التعابة الخاص بها فنراها بهذا الشكل نراه هناك فتم إطلاق هذه الميثود والتي هي main وهي magic method كما فهنا مثلا إذا قلنا قم بالتعديل على هذه وقوم بكتابة method خاصة ب subtraction بالطرح مثلا نقل هنا minus فالآن سوف يقوم بالتعديل والتباع alh software minus 2 بهذا الشكل فنرى هنا كيف نقوم بالتعديل على هذه الخروجات وذلك باستدام الoverride methods فقمنا بالتعديلات على هذا الـ class الذي يقوم بإنشاء object منه ثم بالنسبة لجميع الماجيك methods الموجودة في class معين فهنا ستطيع قيام الأسألة مثلا بالنسبة لهذه الانتجاه سواء الـ a أو الـ b أو هنا إذا يقول له مثلا d فسوف يقوم باستعرات جميع الماجيك methods بهذا الشكل والتي يستطيع القيام باستخدامها مثلا بالنسبة للضرب والتي هي a مثلا ضرب 4 رأيها 8 وهذه يستطيع قيام بالتعبير عنها بالسلام multiply مثلا أي قيمة لتكون 5 وبالتالي 2 ضرب 15 أو التقسيم أو ربما تم التعديل على اسمها لنرى هي غير موجودة إذا ردنا القيام بالاطلاع أعتقد هي true deep لنرى تمام true deep نقوم بصدامها وإذا قلنا هنا true deep فنرى هناك فهتم التقسيم إذا قلنا هنا تقسيم 5 فحصلنا على نفسي نتيجة إذن بهذا الشكل نستطيع القيام بالسلام عن ما يسمى بماجيك مثل ودندرس فتتميز بها البايثن وهذا ما سوف نقوم بصدامه بكثرة إلى هذه الدورة وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس لليوم أرجو أن يكون الدرس قد نهل أعجابكم وألقاكم في الدرس القادم سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر